يواصل الجهاز وحماية المستهلك تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالمبالغة في الأسعار وحالة الغش التجارية وأكد الجهاز أنه لا تهون مع المخالفين ولا سماح بالتلعب بأسعار السلع أو إقفائها لم يتوقف جهاز حماية المستهلك عن تلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن والمتعلقة بالمبالغة في الأسعار وحالات الغش التجارية حملات استباقية مكثفة يقوم بها الجهاز ضد التجار المخالفين تنفيذا لتكلفات القيادة السياسية بشأن اتخاذ ما يلزم لضبط الأسواق صباح بخير على حضراتكم جميعا بنرحب بيكم في جهاز حماية المستهلك طبعا النهاردة في إطار العمل التخليدي نحن نجتمع مع زملائنا من الرقابة والتحريات وباقي إدراءات جهاز حماية المستهلك عشان التوجهات اللي بتتم لتنفيذ القرارات الصادرة سواء عن دولة رئيس مجلس الوزراء وكلنا تابعنا سيادته في تصريحاته واللي خاصة به إعلان الأسعار إعلان الأسعار إعلان الأسعار والحقيقة لما نتكلم عن إعلان الأسعار بتبسره واضحة تماما لا ينضبط سعر والكلام ده لحضراتكم وإحنا اتكلمنا فيه كثير جدا أول حاجة في ضبط الأسعار أول خطوة في ضبط الأسعار إعلان الأسعار الجهاز نفذ حملة مكبرة في منطقة حدائق الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة لمتابعة توفر السلع وأسعارها وعدم الامتناع عن بيعها مع اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين نستكمل الحمالات اليومية لجهاز حماية المستهلك الإدارة العامة للرقابة على الأسواق طبعا يتم التشديد على السلع الضرورية الخاصة بالمستهلك المصري نرى الأسعار، نرى فواتير الموجودة للأسعار هي جابت بكم وتتبع بكم نرى الإعلان على الأسعار موضوع بشكل واضح وصريح على الأرفف ولا لا الحملة شملت المرور على خمسمائة وسبع وسبعين منشأة وأصفرت عن تحرير 92 محضرا بمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار أو حجب السلع وسيواصل الجهاز حملاته خلال هذه الفترة خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية للتأكد من عدم الاحتكار والمبالغة في أسعار السلع استمرار هذه الحملات واتخاذ مزيد من الإجراءات لضبط الأسواق يؤكد أنه لا تهاون مع المخالفين ولا سماح للتلاعب بأسعار السلع أو إخفائها وستواصل الدولة جهودها في ضبط الأسواق ومكافحة كل صور الاستغلال وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة محمود جميل، التلفزيون المصري